أنا أسلمكم الله إذا جيت أبغى أحط حنة على راسي ألبس لبس الحنة جامة وسخة حقة حنة مقطعة لها عشر سنين لونها رايح من كثر الغسيل يعني بجامة حقة حنة المهم وأنسى دح بسرير أختي النفاس وهي وانتوا بكرامة راحت لدورة المياه طبعا وأنا من ستحة لأسمع صوت عمتي أم زوجي وبناتها عند الباب وأسمع أمي تقول يا هلح ياكم الله أدخل أدخل الغرفة يم قلبي وقف وربي لو تشوفني كذا تخلي ولدها يطلقني دفنت نفسي في السرير وغطيت نفسي بالبطانية ومع السوالف إلا أسمع أمتي تقول فين عروستنا لما تنزل نبغى نشوفها عاد أمي ضربت الصدر قالت بشري الحين تنزل عاد أنا قلت لها أن عمتك جاية اليوم وانا في بالي أقول وي متى ما قارت لي شي أمي أمي ليه ليه ما تعلميني ليه تنسين قلت أمي الحريم وطلعت تدور لي فوق ما حصلتني نزلت تسأل الكل ما لقتني سوت أمي أكشن في البيت قالت كيف كذا البنت ما حصلتها في البيت صار أكشن بالزيادة وأسمع كلام وهربت ومدريه تكلمت وأنا تحت الكفن قلت أنا من ثبرة عندكم ماني هربانة بس ما أقدر أوريكم شكلي وأقوم من السرير وأنا متغطية بالمفرش وأنا أمشي وأدوك في الطاولة وأسمع مواعين قاعدة تتكسر أنا خلاص وصلت معايا وأرفع المفرش كذا وأطالع في عمتي أقول شوف وأنا سارة هنا تبغنت خليني ولديك تطلقني يطلقوني ما فرقت وضعي يضحك حنى 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 في كل مكان في وجهي وأشوف الكل قاعد يضحك يع 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 كل ما أفتكر الموقف ده أحسوا عارة على حياتي بس الحمد لله لين دحين متملكة ما غيروا رايهم أنت هات القصة